مجاز أخبار السالثة من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وخلال الاتصال تبدل الزعيمان أخلص التهاني بحلول يعيد الفطر المبارك دعيين الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمني والبركات وأن يعفظ الشعبين الشقيقين من كل سوء وأن يديم عليهما الأمن والاستقرار والرخاء بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وباسم أعضاء مجلس النواب تقدم رئيس المجلس لرئيس السيسي بخلص التهنئة وأطيب الأمنيات سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبات الدينية المباركة على شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمني والبركات كما بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك وتقدم عبدالرازق بن يبتي عن أعضاء مجلس الشيوخ إلى رئيس السيسي بأسماء آيات التهاني القلبية بمناسبة أداليم اليمين الدستورية لفترة رئيسية جديدة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وفي برقيته بهذه المناسبة عبر مدبولي بالأصلات عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة عن أسماء آيات التهاني وأطيب أتمنيات لرئيس السيسي دعينا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد وعلى الشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمني والبركات كما بعث مدبولي برقية تهناءة لفضلات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالمناسبة عبر خلالها عن تقديم أسماء آيات التهاني وأطيب التمنيات دعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان وأن تحقق كل ما تصب إليه من تقدم وازدهار كما بعث الفريق أول محمد زكي القاد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهناءة للرئيس عبد الفتح السيسي القاد العلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وخلال البرقية أكد الفريق أول محمد زكي وفاء رجال القوات المسلحة للمهام والمسئوليات التي يحملون آمنتها بكل الصدق والإخلاص مؤكدين ولاءهم المطلق لمصر وشعبها ووقوفهم خلف قيادتها حراسا أمناء على المسئولية الوطنية التي كلفهم الشعب المصري بها في الدفاع عن الوطن والحفاظ على سلمة أراضي وصون مقدراته كما بعث الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهناءة مماثلة للرئيس السيسي القاد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكي توجيها لتهناءة القادة والضباط وضباط الصف وصنع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة والرجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة كما أصدر الفريق أسام عسكر توجيها لتهناءة القادة والضباط وضباط الصف وصنع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة والرجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنأة للرئيس عبدالفتح السيسي بملاسبة حلول عيد الفترة المباركة كما بعث وزير الداخلية برقية تهنأة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس أشيوق ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بملاسبة قرب حلول عيد الفترة كما بعث وزير الداخلية برقية تهنأة لفضلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة كما بعث وزير الداخلية برقية تهنأة لفضلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولفضلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام عقد وزير الداخلية محمود توفيق اجتماعا مع عدد من مساعد الوزير والقيادات الأمنية بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية وأكد وزير الداخلية على ضرورة مراعاة البعد الإنسانية لدى التعامل مع المواطنين مشددا على أهمية التواجد الأمنية الميدانية الفعال والمظهر الانضباطي للقوات عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعده والقيادات الأمنية وتم التواصل مع مدير الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقع على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه لحماة أمن وسلامة المواطنين في بداية الاجتماع قدم وزير الداخلية تهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية في المهام المكلة إليهم الأمر الذي حقق نجاحات وإنجازات متميزة ساهمت في إدراق المنظومة الأمنية لمستهدفاتها رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية وتابع وزير الداخلية خطة تأمين المواطنين أثناء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك وتزامنه مع عيد القيامة المجيد واحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم وذلك على كافة المستويات والأصعدة وأطر التنصيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود لمواجهة أي مظاهر للخروج على القانون بما يرسخ معطيات الأمن ودعائم الأمان ويبرز الوجه الحضاري للبلاد وأكد وزير الداخلية على ضرورة مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة مشددا على أهمية التواجد الأمني الميداني الفعال والمظهر الانضباطي للقوات مع الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين كما وجه الوزير بضرورة مواصلة اليقظات الأمنية والانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهام والحيوية بالدولة ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحضائق العامة والمسطح المائي والمتابعة والرصد المبكر لأي محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذي تنعم به البلاد وأرب وزير الداخلية عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ محاور الخطط الأمنية والمهام الموكلة إليهم لحماية أمن المواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار وفرض النظام وتطبيق القانون حفاظا على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعب تقدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتهنات إلى الرئيس عبدالفتح السيسي وعضاء الحكومة والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وخلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد مدبولي أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولى في المرحلة المقبلة وفقا لتوجهة الرئيس عبدالفتح السيسي وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى انقفاض الرقم القيسي العام السنوي لأسعار المستهلكين لإجمالية الجمهورية بنسبة 3% تقريبا خلال شهر مارس نتيجة للخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بالتعاون مع القطع المصرفي لتوفير العملة الأجنبية ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطع غزة إلى 33207 شهداء و75933 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي وأوضحت السلطات الصحية بغزة وصول 32 شهيدا و47 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف العنيف على مناطق متفرقة بقطع غزة لليوم 85 بعد المئة على التوالي تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطع غزة مؤكدة تواصل فتح معبر رفع منذ بدء العدوان وعدم إغلاقه من الجنب المصري قط وصلنا إلى ختام موجز أخبار السالة من التلفزيون المصري إلى اللقاء موسيقى